بفرح الإيمان مكملين وجايين بأسئلتنا مع سيدنا نفت أنبا دانيال وبنكمل حوالين إيماننا اللي بنصليه في الروح القدس يا سيدنا وإيماننا بالروح القدس وإعلان إيماننا بالروح القدس وفرحنا بالإيمان بالروح القدس ده القسم الثالث من قانون الإيمان إذا بنتكلم دلوقتي عن مجمع القسطنطينية اللي هو كان سنة 381 فالحقيقة برضو نتيجة بدعة أو هرتقة وكنا شرحنا يعني هرتقة هو يعني مغالطة في الإيمان مغالطة في إعلان الإيمان تعليم مخالف للإيمان المسيحي السليم وكان في شخص اسمه مقدونيوس وده كان باتريارك يعني وده ما يخوفناش لما نسمع أنه باتريارك بيهرتق أو يعني رأس من رؤوس الكنيسة إلى آخره لأن كلنا تحت التجربة وكلنا تحت مرات الفهم الخاطئ وتحت فلسفات وتحت أهواء إلى آخره لكن دايماً كنيسة مقادة وضمان الكنيسة هو الروح القدس مقادة بالروح القدس وإيماني لما بأؤمن في قانون الإيمان أنا الضمان هو الله اللي بيعلن عن نفسه الله الحقيقة الله الحق الذي لا يغش الله هو الحق الذي لا يغش فإذا بيعلن عن نفسه وبيعلن عن عمله كثالوس في البشر في الخليقة في الحياة فهنا بنجي للجزء الثالث من الإعلان عن أيمن بالأقنوم الثالث وهو الروح القدس الروح القدس الرب المحي هو رب محي لأنه من بداية الخليقة وروح الله فاعل في عمل الخلق يعني وكان روح الله يرف على وده المياه آه الآب خالق بكلمته بالابن وبروحه وحتى فيه تعبير رائع جدا أنه الله لما جي يخلق الإنسان خلقه بإيديه وكأنه الإيدين اللي اتنين دول هم رمز للآب وللروح القدس عشان كده الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي فيه من نسمة الله ونفخ فيه جبل جبل بيده بالابن بالكلمة بالابن ونفخ فيه بالروح القدس عمل الله فالإنسان هو أكتر مخلوق بتتصور فيه الثالوس الإنسان هو أيكونة الثالوس بيعكس الثالوس آه يعكس الثالوس أيكونة الثالوس على الأرض دي معلش يمكن خرجنا شوية لكن حبيت أقول أنه عمل الثالوس مكتمل فيه كل كل أفعاله يعني الآب خالق لكن بالابن وبالروح القدس الابن هو اللي تم الفداء لكن بمحبة الآب وبالروح المحي ما بنيجي نؤمن بالروح القدس بنقول الرب المحي هو إذن محي لأنه هو سبب الحياة روح الروح هي الريح هي اللي بتسبب حركة فكل كل ما هو متحرك ده يدل على أنه في حياة يعني الإنسان يصير ميت لما ما بتحركش ما الروح تفرق الجد فإذن الروح هو سبب الحياة هو سبب الحركة من طول ما فيه بنشوف نبات حوالينا بينمو ده معناها أنه فيه روح الله الله بيخلق الله موجود الإنسان إلى آخر الرب المحي بعدين المبثق من الآب والابن منبثق من الآب والابن وهنا الحقيقة موضوع الإنبثاق موضوع مهم جدا إنه نفهمه براحة كده وببساطة إنه الآب له علاقة بالابن علاقة الولادة إنه الإبن مولود من الآب قبل كل الدهور وهنا كلمة مولود من الآب لأنه ما فيش أب بدون ابن ما فيش ابن بدون أب العلاقة هنا بتنشأ في نفس ذات اللحظة فالابن يعطي للآب لقب أب والأب يعطي للإبن لقب أبن في ذات اللحظة فدي اسمها الولادة ولادة الابن من الآب ولادة أزلية ولادة في الجوهر ولادة في الذات الإلهي زي ولادة الفكرة منك يعني من عقلك عقلك وفكرتك هم واحد وبيصدروا في وقت واحد ما فيش إنسان عاقل مش هيطلع الفكرة وما فيش فكرة مش هتصدر إلا من إنسان عاقل وهنا الابن هو وحيد ولادة وحيدة مولود من الآب قبل كل الدهور وبنقول الابن الوحيد طيب لما نيجي نقول عن الانبثاق لو قلنا فقط طبعا النص الكتابي واضح جدا من الآب ينبثق أرسل لكم الروح القدس الذي من الآب ينبثق بس هنا الانبثاق ليس هو الولادة لأنه اتفقنا إن هي ولادة واحدة وابن وحيد مولود من الآب قبل كل الدهور قد يفهم من الانبثاق إنه نفس فكرة الولادة وهنا لو تفهم إنه الانبثاق زي الولادة يبقى إذا ما بقيش فيه ابن واحد في السلوس لكن في اتنين لشان كده الكنيسة لما أضافت والابن إضافة والابن هنا هي عشان نفرق أو عشان البشر اللي بيدرسوا بحاسوا في اللهوت يفرقوا ما بين الولادة ولادة الابن وإنبثاق الروح القدس منبسق من الآب والابن لأن الروح هو روح الآب وهو روح الابن هو روح واحد وده سبب الوحدة لنتم تخيل لما اتنين روحهم واحد فأكيد هم حاجة واحدة يعني هم شخص واحد كيان واحد فهو روح الآب وروح الابن ولذلك إنه هم واحد شان كده بنقول إله واحد سبب الوحدة هنا هو الروح القدس هو روح الآب وروح الابن الآب يحب الابن فيعطيه حياته فيتقبلها الابن يأخذ منه الروح والابن لأنه برضو محبة وليس أنانية فالابن يحب الاب فيرد الحياة من جديد إلى الاب والفكرة دي يعني أنه الواحد يهب الحياة للآخر والآخر يتقبلها بكل فرح ومحبة ثم يردها إلى الآخر فليل إنه هو روح واحد ودي المحبة المحبة المطلقة المحبة الإلهية المفاش أنانية لا يأخذ لنفسه لذاته الكرامة أو الحياة ولكن يهبها لكذا منقول أنه الله محبة هو الله محبة حبي مين قبل الخليقة هي المحبة الإلهية أن الآب يحب الإبن والإبن يحب الآب المحبة اللي بين الآب والإبن دي الروح القدس دي الحياة المحبة المحيية لكذا لكذا منقول نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والإبن هنا كلمة الإنبثاق غير الإرسال اللي بيكلمنا عنه الرب يسوع لأنه الرب يسوع تكلم عن الآب يرسل الروح القدس وأيضا الإبن يرسل الروح القدس فالإرسال هنا غير الانبثاق الانبثاق دي العملية الحيوية أو الحياة الله السلوس ما بين الآب والإبن لكن الإرسال ده الإرسال في الحياة الإرسال للبشر من أجل الخلاص من أجل التجسد فدي الجزئية مهمة جدا وهي بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والإبن يسجد له ويمجد فالسجود والتمجيد لا يمكن أبدا إلا للسلوس إلا الله وهنا إعلان على أن الروح القدس هو واحد مع الآب والإبن في الجوهر له نفس الكرامة يسجد له ويمجد هو ناطق بالأنبياء ناطق بالرسل يعني هو اللي دافع للوحي الدافع للإلهام هو اللي بيخلي كتبت الكتاب المقدس يكتبه لا تأكيد على أن الروح بيعمل في العهد الجديم كما في العهد الجديد وامتداد عمل الروح القدس في الكنيسة عشان كده يمكن المرة اللي جاية نتكلم عن الكنيسة لانه الجزء التالت هو الروح القدس والكنيسة الروح القدس والكنيسة يا سيدنا بفرح بكل مرة بنفهم و بنعرف عمل الله المحب والخلاصي اللي احنا بنصليه في قانون اليمان احنا مكملين مع سيدنا فتقنبا دانيال وحوارات ممتدة حوالين فرح اليمان نستنونا في الحلقة اللي جاي